صدق الله العظيم براحة 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 حبيبتي ايه اللي حصلتك اول وقع يا حبيبتي اخوكي وما يقصدش معلش براحة عليها منعم مش واحد صاحبك دي بس قوية الرجلة اهي قوية واقعت وقلبي ربنا اهديكو يلا لعب يسلم قلبك يا حج طول عمرك حناية من قلبك بقى قلبي وكل ملكك يا حج قودي يا نهار قودي عايز اتكلم معيك قولي حج قول كل اللي انت عاوزه هو انا وحش قوي وحش كفى الله الشر عليك هو انت فيه زيك في الدنيا يعني ماكتش هالف نفسيتك حاجة مني لو على اللي عملته مع اخواتي فانا عيني منك في القرض وبعدين اذا كنت ضربتوهم فده اهم بيكتب من انك كنت ترميهم في السجر وده جميل انا شايلهولك في رقابتي طول العنب يا حج لا يا نهار انا عايز افضل في قلبك طول عمر موجود يا حج وبتكبر كل يوم اكتر من اليوم اللي قبل ربنا يخليك لينا ويخليك لكل اللي بتحبه انا ببقرة هامش خالص انا بس مهدت ايدي عشان اعرفهم ان الله حق ويشيروني من دماغهم عارفة يا حج عارفة بس انا اللي والله ما عارف اعمليه وسطيكم حس اني متقطعة متحتة خايفة عليهم من نفسهم وخايفة عليك منهم ومش عارفة اعمليه قديني كل اللي قادر عليه بروح عن دمي وببخ بيهم كلمتين يمكن يفوق لكن هم مفيش فايدة وباجي عندك بقولك كلمتين علشان اكبر بيهم خطرة وانت بتكسفني الكرم اه انا هار انت اقرض واحدة اللي هي في الدنيا انا بحس كعينك حتة مني حتة مني اكتر واحدة في الدنيا بتفهمني بتحسني اختي لا هاشعر لا مقصدش اختي اختي يعني مش حياتي يعني بس عارفة عارفة اه وبعدين هنقول امتى اللي احنا عاوزين هنقول ايه انت عاوز ايه انا اصلي قابلت واحدة ولايتها عاجباني ولايت نفسي بتقدم ليه عشان اتجوزها ده امتى ده يا اخوي حصل في حاجة يا نار لا يا اخوي حقك وبحد يقدر يقولك حاجة سبحان الله انا بس مش عايز حد يعرف حاجة الا ما الموضوع ده يحصل طبعا يا اخوي واللي تؤمر بيه كله يحصل الحمد لله بس على الله بقى تبقى جايب لنا حاجة عيدلة مش واحدة موقوسة لبنانية من لبنان شبه اللي بتشوفيهم في المسلسلات دي ليه النهار دي روبي لا امه اني صاعدة الله ده انت بقى ايه دولي يا حاج لا بس المحلي مفيش احلى منه برضو انت جوه قلبي ربنا ينولك كل اللي بتتمناه يا حاجة آمين يا رب اقوم بقى انا عشان الفطار انتنسيش تبعتني تجبيلي صوبية وانه بقى نهار هو لازي كفان بس يا حبيبي بس يا عنومك بقى بس بس السلام عليكم ورحمة الله وبركة مال الوقت صعبان عليه اللي انت عامله في امه انت اللي عامل فيكي كده طبعا ما هو انت لو كنت بتسأل كنت احريفه بس ازاي انت عامل نفسك مقموس من ساعة ما جيته وما بتسألش فيا الله العظيم يا عرب استغفى الله العظيم يا عرب مش هنعيده تاني مين اللي عامل فيكي كده يا ساميحة العقربة اللي انت رامي نفسك في حضنها للونهار وكرفني وراميني رامية الكلافة انت بتضحك لي دلوقتي انت عيست استفزيني وخلص انت بشولة حظة ان الواتسة كده ودريعك تصلح وشوحتي بيه يوبا طب اهوبا اهوبا يا ربي بقى انت رأياتي لي دلوقتي ما انت عرف انك ما تهونيش علي ما هونت يا أخويا واللي كان كان هونت يا عبيطة ده أنت الدحكة اللي باستدناها ما بدخل البيت ده خفة دمك وشقاوتك دول والعسر اللي بيطلع من بقلك ده بيخفف على الواحد أي حاجة وحشة تحصله طول اليوم وطبعاً أنت عارفة وفاهمة الكلام ده كويس عشان كده شايفة نفسك عليها ما هونتوا كده أما الواحدة فيك وتعرف إن جوزها ما استغراش عنها تقوم تعمل فيه كده أولاً أملت حاجة حرماني حرماني من ضحكتك الحلوة صحيح يا فواز ما تقدمش تستغنى عني برضو بتسألي لا لا إلا الله وأنا اللي بقول ساميحة دي إيه لماحة بتلبح الحاجة قبل ما تطير حقيقة هيا الحاجة لو كنت أسعى لك ما بعرفش هزعل منك يلا قومي ننزل نفطر وليك يا عليا بعد الفطار هاخدك واخد العيال وننزل نجيب لبس العيد وكل اللي نفسك فيه صحيح يا حاجة مش بس كده هتقالي ده أنا هواديكي تشربين فخفخينة اللي بتحبيها هتشربني فخفخينة بجنة نعم إني صايم اتهدي بقى اتهدي دهن لسه مدنش لا الله 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 صحيح يا حاجة هتخليني يا زور أمي يا سلام طبعاً وتشوفي إخواتك وتجيبينهم لبس العيد والكحك والبس كويت يا مش دي الأصول ولا إيه؟ تقوله عمرك صاحب واجب وما تفوتكش حاجة أبداً يا سلام يا عودة ياه الراحة اللي بحسها في الهوضة دي دونت على أي هوضة تانية؟ آه انت عاملالي عمل ولا قري عليها؟ انت عامل ايه انت؟ بدأيلك يا حاجة بدأيلك إن ربنا ينصفك ويريح بالك آه يا وده آه راحت البال دي تسوى الدنيا واللي فيها ربنا ينولها لك يا حاجة وما يحمك منها أبداً بس يا حاجة احنا هنلحق ليجيب كل الحاجات دي النهاردة هنلف وربنا هعدلها دي الولاد حيفرحوا قوي حاجة انت عارف دول بيستنوها من سنة للسنة وانت يا عودة؟ انا اي حاجة؟ ما بتستنيش لميتنا سوا انا ظل الوقت مستني ياك يا حاجة الله الله عليك يا ابو قلب ابيض وظاف انت الادان يا حاجة اللهم لك يا صنطول على رسلك افترت حاضر! حاضر! يو جايل قاير ماشي! الله! شهادة! تعبان ومش مستحمل خلاص انا ما بقيتش قادة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ملك يا راجل فياصي بدري كده ليه دي ليلة تعيد والناس كلها صحرانة سكوتها يا سعادة طول النهار عبالة لف على كعابي رايح كي رايح جاي لحد ما استويت يا راجل يوه بطل صلبتها وقمتشي وشك بشوية مية وانت تفوى دي ليلة سعر صباحة يا سعاد حرم عليك انا هموت وانام مستبني في ليلة زي دي انت برضو اسموك انام تحتت ابقى عيبة كبيرة في حقك يا سعاد انا جيتتي مش خالصة يوه ملك يا راجل ما انتش على بعضك كده ليه الحبيدي بقى يا سعاد بقى شحقتة يوه يا شحقتة يعني ما حشكش الزهر معايا حس بصراحة يا سعاد ركب بخلاعة ومفاصلة سايبة بس كده هرملك عظمك باكلة تصدب طولك اه ايه يا راجل هو انت شطبته ولا ايه قصة يا سعاد ضهري قافش وكعابي ايضا نار بس كده يا كوكو حطها في شوية مية وملح وهي الطش طش طش بقولك يا سعاد هي الليلة يعني لازماك يا قوي الزهر ان انا مش لازماك يا شحاب مش العبارة سعاد بس وانت بس هك بس بس ما تخمصنا بقا انت عارف يا سعاد ايه يا غليل علي يا غليل علي يا غليل علي يا غليل عليا يا الاسكندرية يا اسكندرية الله لموني قالوا مني قال لي مش عجبك فيك فيك يا نهار السود ايدي الجرمة ده يا لهوي يا ليلتك السودة يا شحاتة ايه اللي انت عامل في نفسك ده يا شحاتة كده تستاوت اخد لك لطشة بارس ده انا هاخد فيك ستة شهر ايه اللي جاء بإخواتك يا شحاتة مش قلتلك السهرة الليلة صباحي يلا خشوا صد نفسك فيه حريم قعدة وتعالى عشان نلحاق لك لقمة وحسب ترمس يلا اخيها كلها كلها ترمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الف اهلا بكبير الحجات كلهم ازاك يا دبتور وحشتنا انت اللي تعلان علينا شارينك لعوزة ما انت سيد العارفين تحت امرك بس تشرب حاجة ساعة لا 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 انت عارف انا ماليش فيها وكمان مفيش وقت امورنا يا حج نفس التموين بس باحباحة سنة من عناية عايزهم امتى مكرا الصبح شحات هيعد عليك ولا كنوش قفلين عشان العيد ما انت عارف يا حج ما عندناش اجازات عالبركة ما تنساش بقى الموانع بس يا ريب تبقى حبوب بلاش الحاجات الجديدة اللي بتشكشك دي وتقل المزاجة يا دكتور ماشي امورنا يا حج بس كان لازم تشرب حاجة ساعة مفيش وقت والله يا دكتور يا دوب الواحد يريح شوية قبل صلاة العيد ربنا يجعل ايامنا كلها يا عياد يا رب لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله 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 حبيبي كان هنا ما ندني علي بالحب والهنى حبيبي يا انا هي اغلى من عناية نسيت مين انا انا الحب اللي كان اللي نسيته قوام من قبل القوام نسيت اسمي كمان نسيت يا زمان على قدر الانسان والله زمان يا هوا زمان واله بسم الله يا ما شاء الله ازايك يا حبيبي ما شاء الله يا الصوت الجميل ده الصوت الجميل ما شاء الله يا منعبي شادر جدح جدح الصوت ده نعمة من عند ربنا اه ربنا بيخص بيها واحد واحد صوته حل واحد شكله حل عشان كده لازم نستغله في الصالح مش في القناة بس انا مبعرفش اعمل حاجة دانية ازاي بقى؟ ازاي الكلام ده؟ انت ممكن تبهي صوتك ده بآيات من الذكر الحكيم تلاقي بقى النعمة اكتر وربنا يحفظك من الشر مش نستغله ونستحلكه في المغنى والكلام الفاضي بس انا بحب اغني يا بابا وزمالي بيلولي ان شوتي حلو طب ما الشيخ محمد رفعت كان صوته حلو كان صوته جميل الشيخ محمد رفعت ما شاء الله انما شوفه كان بيستغله في ايه وانت بتستغله في ايه ربنا ادى الفنيها ده من نعم كتير قوامنا قوي المفروض بقى يستغلها في الخير في الصالح حاضر يا بابا حضرلك الخير يا حبيب انا اول تجا عيد على حمايتي وولاد عمي الحجة قال مش معقول العيد ييجي ولا نجيش نقولكو كل سنة وانتو طيبين كل سنة وانتو طيبة يا حبيبتي كل سنة وانتو طيب يا منعب تعال تعال يا حبيب روح لديتا روح ده انتو وحشتيني اوش وانتو كمان يا ديتا وحشتيني اوش ايه ود الجمال ده يا ايه الحلوة دي ربنا براك لك بيا حتى تعيش يا عمولة ايه اوه كمان يموت في خالك يا حيب بخاله حب وبهيد خلانه فان صحيح بهيد خلانه مش يجوا عيدوا على الود ايه 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 اولاد تعالوا عيدوا على اختوكو اهلا بالرجالة ايه ده ايه ده فيه اللي عمل فيكو كده اسكت يا وان تعال هنا وجب تعال هنا انا نقصك اختص خاص بس اقل ابوك يا حبيبي مين اللي عمل فينا كده ايه ابنك تفرجوا علينا حق يفوز ليه كده بس يا تسوق دي ايام مفترجة وبعدين الضفر ما بيطلعش من اللحم ولا الدم بيبقى مية يا سلام واللي جوزك عمل وفينا ده اسمه ايه مولنا عف الله عما سالف بقى الله الله وبعدين هو يا ربنا خلق الاعياد ليه عشان الناس تعيد على بعض الله يفتح عليك يا امان ويزيدك من العيد وعلشان النفوس تتصفر والود اللي اتقطع يتوصل بين الاهل والاقارب والاصدقاء امير شوفي الحج يا اما جايب لكو ايه عشان العيد والله ده حلف انه ما يجيب اقل ما بيجيب لنفسه ولا المنعم ولا المنعم الكبير كمان بس يا ود الفنتانون ده بتاعك مجد والله يا حج مش عارفة اشكرك ازاي فنتانون طحفة تشكرني عليها عم بورها على الله بس يطلع معيسك كون سالة انت طيب وده يا شعبان كون سالة انتو طيبين وقدروني بقى انكو تبرتوا عاليدي اههه أسلم فهمك يا فواز يا ابني خير ما فعلت طب ولا انا كنت احطب منك انك صلاحهم بس استحلمهم معهم برضو اخواتي يا عم اهاه ما أولاد أخوي أنا كمان يعني حتة مني أنا ما حنعمل إيه بقى شوف لك صرفة بقى مع جوك يا فواز مش راضي يا أخوي يجي يوعد عندي بدل قعدته الواحد وديه ومش احتطني معاش هنعمل له لقمة ولا نضاف له هدمة يا أختي كان من باب أولى يجي يوعد عندي أنا ما هو على يدك يا أما بصت إيده ورجله عشان يجي هو اللي مش راضي لو قدرتوا تشيروا الحطان دي خدوها ونجي معا يا أولاد أنا حتة من البيت يا والعظمة ما بتستريحش اللي على فرشته ده بيتي العيلة ريحة الأيام الحلوة ونفس أموكو في كل رقم فيه وأنا بقى مش خارج بينه إلا على ضغره ألف بعد الشر عليك يا حاج يديك طولة العمر قبلها يا كريمة كتفوز يا أمي ده بس عشان تريحوا نفسكوا وتريحوا لي بقى خلاص ماشي يا عم الزكريات خليك على راحتك أنا هاجي عظمة هاجينا جدو يا سلام دي الديني كلها تنور يا حبيب جدو قوم قوم يا حبيبي تعالها في حضني وحشتين بتاعيلت إيه ده بقولك إيه أنهار أنا هيختي حاجات سلوات ده ومهره عندي إيه وما في المستقبل العروسة إلا تدفع المر للعريس أمان دل بقى أكتر ملهمة على القلب وبعدين ده ابن الحاج فوز يعني يتقل بالدهب لعيش يا حيات ربنا يخليك كلامك دايما حلو زل يا عسل ده والنبي يا أخي هتقوله يمكن يحس إيه أنت هتقل لي بقى عليها ولا يا حيات أنا عملت إيه؟ لا يعني ما بسمع منه كلمة حلوة كده ولا كده لا 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 إيه عليك زوجتي؟ إيه أنت؟ لا؟ لا والله عايز أقول لك الحاجة أنا أقول كلام وكلامك أسقوي وكتير قوي بسابت نفسي؟ آه يبقى حسن خطأك بقولك إيه أنهار؟ بزمتك أخويا بيقولك كلام حلوة ولا ما بيقولش؟ بيقول يا أختي مشكلتي إنه بيقول بزيادة في حاجة يا أنهار؟ لا يا أخوي قول براحة نفوم يقوم يا أختي حكيلي لحسن أنا أعرف خانسة و نادي أنا حفكرك أوش تعالي ما تقوليش كل حاجة يا أنهار يا عمي في البتاعة ده بقى وإحنا نقصين بهاوش يا فوازي خلاص بقى الحاجين ما عمت لما هومش حالينا ما صدقنا رايحنا دماغنا يا أخي الستات دول ما بتملاش عنهم حاجة بالعكس دول أطيب من الطيبة وأغلب من الغلابة كلمتين بس كده حلوين تلاتة طول بالك بس هتخدها تحت جناحك وتريحلك والجمجمة بس انتم بالكو مش طويل اسألنا أنا هدينا بنتعلم منك حاجة فواز لا متعلمش منه حاجة إلا ده ها؟ ده التجوز بنتي أصبح لقيك متجوز عليها أعلقك وفي عقلي كررها تاني برضو حاجة مانع شكرينا يا أستاذ علي لا أنا مقصودش يعني أنا بتكلم على اللي كررها تاني انت كررتها أكتر من مرة من تاني ربنا يهدي تعمني آخر طعم مخرط على قلبي ولا ميت بسرة إيه يا إختي عرفتي حاجة ولا إيه لا 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 ولا حاجة أنهار شكلك مخبية عني حاجة يا نوح يا نوح خدي ملع مني حبيبتي وطلعه لعبه بره شوي ها إيه الحكاية؟ أنت عارفة أن الواحدة بيننا فيه كلام كده ما ينفعش تقوله بس معاك أنت ما بقدرش أخبي عنك حاجة بحس أنك مرايتي فيه إيه أنهار قلقتين تحبت تحبت قوي حياتي دمعتي بقت على طول على خد بقت أخاف يبص علي ولا يشوفني نجي المحل بقت على طول بجري على الحمام عشان أغسل وش وهمها باتخنق قوي وباتكبت وهم أسكر بيت ساميحة فقعها علق وطلع فيها القديم الجديد عاملة فيها جمدة بامسك نفسي وأنا من جوه خربانة يا لاوي ملك يا حبابتي وام زعلك ولا إيه؟ لا يا أختي طيق من الحنية اللي نازل بيه علينا اليومين دول مالوش زي ما في واحدة نفسها في حاجة إلا ورحوا عملها إنت كده تقول عمرك تتبطري على النعمة بطر بطر البطر على قد أمال ده اسمه إيه يا أختي إن شاء الله ده اسمه الزل الزل؟ مش بولك يلا عندي شغل يلا يا أخوي يلا يا أخوي هنشتتتي برا يا حبابتي يلا ما يزحجة هن الله يخليك يا أخوي سلام عليكم عليكم السلام بطر يا عنهار بنت تهابلت ولقين مش معقول تحفي يا فواذ ما كنت عافظا وأكل قد حلو فرشيني فرشيني والله كتير حلو يسلمو شكله حلو كتير وغالي كتير بقول نبقى من زمان ان غالي ننخص لها دخيلك انت بلايها هالكلمة احسن ما تطلع باسمك ومع شفارة كمانة والله يا عزب مهضومة وديلي عالبك تعرف انا كتنوي قبرو موجع لك لانه المفروض انه انا اللي انزى نقل شبك معه بس بس شفت زوءك هلقات حلو خلص سامح طب الحمد لله جات سليمة المرات دي وعدت وين بيبكت عمل عرسية فوا قرس مين قصدها يعني الفرح فرح انا ما اتفعناش على فرح ولا بدكيني اتجوز هيك عالسكت ليش بشعة ولا فكحة ولا عورة بشعة ايه وفكحة ايه ده انت فكحة حياتي كلها ايه ما تقولي كلام ده حبابتي بعدين ما احنا كده كده رحين لبنان شعر عسد ايه وش خص هي بها ما خصنا انا بدل اتنان لا اله الا الله لا اله الا الله ما تتكلم عن مسليم بين وبينك يا ابن يا فواس هاي دي الليلة بتبقى ليلة العمر بالنسبة لكل بنت بعدين انا من طريق استعجالك قلت اكيد هيجز بفندق سبعة ستار فندق سبعة ستار ايه ما ينفعش كلام ده خالص ما ينفعش خالص ليش؟ او ما ينفعش وخلاص ما بيصير هاي هاي اول فرحتنا ايه وانا مش رح اتجوز بلا فرح وزفة ايه حلول اقوات ايه تاهت والإيناه انت مش عايزة فرح وزفة وجوه من ده؟ بله عالبركة احنا هنعمل فرح جميل جدا 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 بس مش انا طيب وين؟ في لبنان لبنان ما؟ صحبات اللي كانوا معادي من قابل مدرسة كله يجي الفرح وبجده ابعداني العين وبي ما يرضي الله ماشي يا فوز اه يا حاج اه الحمد لله خير ان شاء الله ايه؟ ايه؟ ايام تحصل الكلام ده؟ انت حالة ولا اخوتي الا بداه؟ طب ايفي انا جايلك حالة؟ اوه 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 كلمت الحج وجابوه على الإسعاف على هنا أيوة يعني طب إزاي؟ كل حاجة؟ شب حاجة؟ والله ما أنا عارف ده إحنا حتى كنا بنعيد وإنا بنت اللي جبت أجله ورحمة أمي يا نعمة لو أبويا جرى له حاجة لكن ما قطعاكي ومشرحاكي ميت حتى مالوش لزوم الكلام ده يا ساميح أهي كده يا حج من ساعة اللي حصل ما حصل ونزل فيها تقنيب وتبكيد زي ما كون أنا اللي وقعته هو في غيرك يا شر البقر سامع يا حج خلاص يا ساميح ووالده ده أبويا يا حج ومالوش استاب خايف يا أخوي اللي حصل أمي؟ اهدو اهدو الحكاية ما تستهلش هو كويس بس هيقعد معنا شوية في العناية لما نتطمن عليه العناية؟ يعني على كده بقى هيباد في الإنعاش عادي يا نعمة عادي لازم الدكتور يتطمن عليه طب يعني سكيوز مي كده يا دكتور هو أبويا فيه إيه بالزبط؟ السلام عليكم ورحمة الله قلتلك ما تحفش أنت مش قد الحباية دي شامتان في يا جوز بنتي بصراح أنا مش قادر يبسك نفسي بمتاحك يا راكل ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلوكة تهلوكة؟ طبعا هو فيه أكتر من التهلوكة اللي أنت متجوزها دي ما أنا كنت شغال تمام التمام وفجأة أطعت ميا ونور شغال تمام التمام يجدد يجدد بقى وأنت بالدين ربنا هتفاول علي كمان يا عم كلنا بالدين ربنا ما تزعلش نفسك مش كفاية بقى وسطني ليلتي؟ يعني خير نداع من شر الدلقة؟ هي نعمة معاكو برا ها هي وساميحة هيدخلو لك دلوقتي قالت لكو حدا؟ لا اتطمن الحمد لله الدكتور بس هو اللي سيح كبر يا عقلك يا مايا حتى لو ما عمل فرح بالمرة هيد الجوازي بتقدم وبعدين هو قالك إنه هيعمل الفرح ببيرون وهي ده اللي بدنا ياه؟ خلاصة سليم ايه ده شوي؟ احنا ما قولنا شيء يعني أنت ما شايفي غير أنا اللي عم بحكي وبنتك اللي عم تخلق المشاكل من تحت الأرض؟ هو أنا لما بدي أعمل فرحهم بين أصحابي بكون عم بعمل مشكل؟ بك يا بنتي يا مايا أنت ما عارف المصيبة اللي أنا فيها فواز لو ما مضى العقود اللي مستنية ببيروت أنا حيتحجز على كل الأملاكة وحيعنوا إفلاسة ويشرشحوني عصدوبر بيروت بدل منك عامل هيك بحالك احكي مع مروان شريكك يدفع جزء من ديونك وإنت سدد له إياهم لما وضعك يتحسن مروان هيدا راس الأفعى وأكبر واحد إله مصلحة في إعلان إفلاسة عشان يستولي على المكتب عرفتي هلأ المصيبة اللي أنا فيها يا بنتي خلاص يا بابا ما تزعل رح أعمل مثل ما أنت بدك سوريا سامحين يا بنتي لكن هيدا هو قدرنا وعلى الإنسان إنه يواجه قدره بشجاعة وما يستسلم وإنتي هيك برهنتي إنك بنت أصل وأصول وأنا عمري ما راح أنسى الجميل الله يحميك يا بنتي ممكن أعرف إيه اللي مخليكي قلقانا هو قالك ياختي على سفرات لبنان أيوه قالي عادي ياختي ما هو بيسافر كتير لا دي أول مرة يسافر فيها لبنان وما لبنان زي غيرها كلها بلد ربن وبعدين هو بيجلي وراءك لعيش ورزه ياختي أنت بتطميني نفسك ولا بتتحكي علي والنبي يهودة تسيبيني في حالي أنا مش طايقة نفسي يعني أنت يا قلقانا هو زي يا لهوي يا لهوي يا بني قلت بعيد في القرى ديك ما تاخدي وتدي معايا في الكلام يا أنهور ما إحنا الاتنين ياختي في مركب واحدة عايزاني يقولك إيه خايفة ومرعوبة أكتر منك مئة مرة أعمل إيه بس هو ممكن يكون مسافر شغل مش كده يا دي نيلي على القرى وسنين القرى يا ولا بسم الله يا رحمة الرحيم قلطف يا رب قلطف يا رب اها اها كدة راحة العاشرة يا عزي لا يا أبو حزرة يا حاجة متعياج الحساب عندي على فيل يا حاجة برعوبة الم bad بس 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 عند كلمتين ينفع أقوله لا هو لا ينفعش بصراحة الوقفة اللي احنا وقفينها دي لطوب الأرض كله بتفرج علينا فيها بسم الله دا وأعمل ايه طيب ما بتبقى لك كتير ما بيجيش المحل له انت متعرفش يا حج اننا زبونة انا على فكرة مش بياها عندك في المحل يعني انا بيجي اشتري حاجاتي وامشي على طول مش الزام يعني اننا لازم راحة جاية كده كل يوم يا ست محدش قلق الزام ولا حاجة بالراحة لاش اه يا فيه ايه انا اسكنت يعني عبودتين عليكي وفجأة كده قطعتي بالراحة معلش يا حج اشغال طب اه انا ليه طلب أخير لأ موقف الطلب في الوقفة دي بصراحة كده مش حينفع انا لازم امشي حالا ما تخفيش محدش يقدر يبصيلي كتول ما انت واقفة يلا ما هو بسو يا حج واللي حصل حصل خلاص وكت هتقلب ضندرة المرة اللي فاتت خلينا امشي بقى بص راجلك انا مش نقصة فاضيح اه انت بقى ما تعرفيش ايه اللي حصل مش انا ضربت المجد قدامك بالقلم يهره راح جاب عيلته وعيلت عيلته كسرت عظمه هو وعيلته وعيلت عيلته كمان ايوه ما انت فاهمة ايه مش يا حج بس كفايا قوي برضو اللي حصل لحد كده سلامه عليك يا ست اسمع بس ما كان زمانك سمعت الطلب وخلاص لا مش يا حج هاسمع الطلب اقوم اه 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 ودينا ما تقتعيش بينا حسنك سلاة نبي احسن ما يخليك شوف طلب خبيب اسم نبي حرسك وصيد وقلت طلب خبيب ربنا يا ساهد السلام عليكم السلامة الف مليون سلامة يا سلام ربنا انت معلم يا فواس اه صحيح الحارين دول نعمة واللي يكرههم يعمى اه شكرا لعم عزي عفو حج فواه ايه اب ايه ايه اه قصد كان فيه مصلحة كده بخلصه مصلحة اه مصلحة ايه مينة ايه مينة هم تكون بتتشاءل ولا بطل بكش بتاعب ده قولي عملت ايه معنا سابق جدير تمام الحمد لله يا جمي انا جاء بلاك انا اسافر في خلال يومينة واسبلك بالمحلات والمصدع ومش هوسط علي للدين سافر وانت بتطمن بتطمن مش حارف جامل مريحة حاجة طرية كده وهي اللي مخليها جماغك شاردة بعدها معاك يا ابن السياد هتعملهم علي انا ولا ايه انا بس قلت اقولك خلي بالك ليه 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 عشان ما تحصنش ابو ساميح اه كده انا بقى هروح اقول للرطاطة لا 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 انا بحذر انا بحذر اه تلقب عشان طولة اه اه انا بحذر اه 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 عني ان اعمل حاجة الكبير ده دمو زى العسل اه اه ابو يا دماغه توزن بلد ان اعمل قلبه خفيف يوم اما روحت قلت له على موضوع المصلع عشان نشتري المصلع اتخذ قال لي هنجيب من ايه هنجيب من ايه مالوارشة هي موجودة والصناعية اللي فيها بيقدوا الهرض فاكر يا زكي اه طب عن فاكر بس انت ايه لعبتها بحرفانة حاجة ملعون يا زكي ده طب ما تحكي لنا معلم يمكن العلم اللي مفيش فايدة فيهم دول يتعلموا منك حاجة كان فيه مصنعين ناس دين في المزاد واحد غالي اوي واني مش محتاج له والتاني رخيصه سعره مهود انما الاتنين ناس دين مزاد يعني ممكن ابو سعر رخيص ده يعلى في المزاد وما قدرش عليه اعمل ايه اعمل ايه جبت زكي كان ايه ما فيه عصير انا ناس كده مش فاكري كنت بحبه او جبنا كرتونة وعدت اشرف بقى انا ناس دون الليل وفاكر اشرف بقى انا ناس وفاكر لحد ما لقتها الله 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 اشجينها حاجة تمان اشجينها انا بقعدت زكي راح دفع تأمين المزاد بتاع المصطع الغالي ورحت رايح المزاد وعدت عالي السعر رفعنا ايه خمس اضعاف يومها خمس اضعاف تمنوا اللي موجدين عليك ده مجنون ده ايه دعي المجنون ورحوا ماشين واسابوا المزاد ورسي علي المصطع الغالي اللي انا مش عايزه رحت منساحب واخسرت التأمين ايه ده ايه ده طب انت كده بقى كسبت ايه اصبر بس اصبر بس اصبر بس ملعوب ملعوب انا خسرت التأمين والتأمين ده كلام فارغ انما لما روحنا بقى المزاد التاني كان بعدها بيومين نزلنا بعدها بيومين على المزاد التاني المصطع بقى لانا عايزه اول ما دخلوا هم هم نفس الناس اول ما شافوا لي قالك الوضي المجنون هم بتاع المصطع لبدا هيولع المزاد وراحوا من الجيل رسي علي المزاد بقى احلى سعر في الدنيا طول عمرك العيب يا ابني ايه يا امور العيب ولا حاجر واحد بس يسلم نئيته الربنا واللي بتسعيله بتنوله اهم حاجة يكون بميور دي وانا قابلت زواجها وانا قابلت زواجها والف مبروك بالرفائه والبديم والف مبروك يا ثلاح يا ثلاح يا ثلاح يا صاح يا Internal يا صاح يا LU يا owes يا بكم موسيقى يا ساة الاشتر يارب يا ساة الاشتر يارب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم موسيقى موسيقى موسيقى